اهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في زيارة محمد الشياع السوداني رئيس الوزراع الحالي لألمانيا الأخيرة التي انجرت في الأسبوع الماضي جرى حديث أو ظهرت أخبار تحدث عن أنه عقد اتفاقات مع شركة سمنس الألمانية بشأن الكهرباء وبدأ الحديث بدأت الطبول بدأت هذه الظاهرة الصوتية التي تطبلت سابقا لمصطفى الكاظمي يعني غير وجوه بس نفس الإطار واللي طبله قبل العبد المهدي وقبل حيدر العبادي والمالكي والغيرة والعلاوي بس هي أيضا وجود هذه الأفواه وهذه الطبول بدأت تتحدث وبدأوا يعني كبرون الأمور واحدة من النائبات يعني تابعت لأحدى الميليشيات قالت إن السودان يعالج الأخطاء وهذا يتطلب وقت لنضوجها واليوم نراه في ألمانيا لإكمال مشروع خارطة الطريق الله أكبر مشروع خارطة الطريق للطاقة في العراق من قبل شركة سيمز المتوقف هذا خارطة الطريق المتوقف أهير بسبب خبث شركة جنرال الكترك الأمريكية التي تريد الظلام للعراق كما فعلت في الأعوام 2018-2019 طبعا هذا الكلام مفهوم يعني 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 هي هاي الشركة جنرال الكترك هاي الأمريكية هم الأمريكان يعني هسا هم اللي منعوكم هم اللي مخشوادي ما هم الأمريكان هم اللي جابوكم للحكم يعني أنتم تنسون لو تحتاجون إلى تذكيركم دائما يعني وجودكم بالحكم من له الفضل في بقاكم لحد الآن غير أمريكا هي أمريكا هي التأمر عليكم ليش ما أنتم جايين لمشروع تدمير العراق مشروع احتلالي تخريب وتدمير العراق وبقاء ضعيف وهيمنة إيران عليها ما هو هذا المشروع أما أنتم تحدثون أمريكا في القشمور والعالم العالم بعد ما في القشمور العالم بعد ما تتظلل ولا ممكن هذا كذبكم يمشي عليها والله أمريكا مرادة يعني مثل هادي العامري ونوقف قال ما نسوي خدمات لمحاولات الجنوبية لأننا نتباع الحسين ما يقبلون الصهيوني وأمريكا كلام العيق معيب هذا لا أرهاب بيها ولا أنتم تتحجون ولا بيها شيء لماذا لم تقدموا خدمات لماذا لم تقوموا مستشفى لماذا لم تقوموا مدارس لماذا لم تقوموا مشاريع لماذا لم تقوموا هذه كذبة اليوم تقارير يتحدث أنه محافظات الجنوب ستشهد كارثة وإذا تشهد كارثة الآن درجات الحرارة ترتفع سينتهي الشتاء والآن الشتاء كلها في إضانات ومصائب درجات الحرارة سترتفع انخفاض منسوب المياه الجوفية هذا سيؤدي لنزوح الناس من المحافظات الجنوبية وين ينزحون إلى بغداد الآن صارت أكثر من 9 ملايين 10 ملايين نسمة سينزحون لأنه لا يوجد شغل ولا زراعة ولا هذه اللي تعالجوها مياه ماكو تربة خصبة ماكو ما ضلت زراعة ماكو حتى ليزرع ما ترعون زراعتها ولا ترعون منتوجها ولا تحمون المنتوج العراقي فبالتالي كارثة البيئة تتغير في العالم كلها والناس كلها تأخذت إجراءاتها وتحوطاتها وبالعراق لاهيد صراعات وميليشيات ومصائب واحد يهدد الله ويتحدثوا لأن خارطة الطريق للطاقة بعد 20 سنة صرفوا على الكهرباء أكثر من 100 مليار دولار بوغ نائب وما يتحدثون عن 82 مليار دولار وميليار دولار والمبلغ أكبر بهذا من كثير والناس اشترت مولدات وربطتوا مولدات ومصائب كبيرة جدا جدا ودفعت الناس وبالتالي يتحدثون يتحدثون عن خارطة الطريق للطاقة رح يجيبون سيمس هي القضية هنا هي القضية هنا لو القضية تحتاج إلى بناء تحتية إلى بناء إلى ازدهار إلى ثقافة إلى تعليم إلى صحة جيدة هذه المصيبة أنتوا بعد 20 سنة متطلبات البسيطة لحياة الإنسانية الكهرباء والتعليم والمويل الصافي والمجاري كلما متوفرت بعد 20 سنة كل البناء التحتية التي كانت بالعراق منذ تسيس الدولة العراقية من 21 إلى 2003 التي بنيت تراكمية بغض النظر عن شكل النظام بنيت بناء تراكمي كلهاTer défني نهيته هذا يدلل على أن الذي يكون مشروع تخريب العراق تدمير العراق هذا واقع الحال بطالة في أعلى مستوياتها والفقر في أعلى مستوياته هذا واقع الحال والله العراق هذه جنرالي الكتري تأمرت علينا ما نتأمر عليكم أنت تأمرتوا على العراقين أنتوا كذبة كبيرة ضد العراقيين أنتوا أعداء العراقيين يعني العراق ما عنده عداء العراق مو يعني احنا تمام نتحدث عن ايران عدوة العراق بس ايران ما كانت تقدر علي العراق لو لا وجودكم هذا واقع الحال هذا الخراب الذي حل بالعراق بأيديكم ايران استخدمتكم ادوات لتخريب العراق وتدميره الآن ايران تتمنى ان تبقى هذه المحطات الغازية حتى تطيقهم غاز من عدها وتاخذ فلوس وتاخذ سنويا 5 مليارات دولار من عدنا ليش داي العراق وتريد توقع العراق بلا زراعة حتى تزلنا طماطب وتنجان وخيار وتريد العراق ما بيه صناعة وتزلنا الصوبات مالتها والمعرف منه والمبردات والتدفئة والزوالي وتريد ما بيه العراق مصانع الأدوية دزلناها الأدوية مالتها العتيقة وهكذا والأكل والبيض وغيره والدجاج كل هذا جزء من هذا الخراب والدمار هذا جزء من المشروع اللي يتحافظون عليه لذلك الراحل السوداني وسوه معهم هذه مرتبطة بإطار عام بنظام عام يؤمن بالعراقيين يؤمن بوطن عراقي لا يقبل التدخلات يحترم سيادته ويحترم استقلاله ويحرص على استقلاله وسيادته ويدافع عنه هذا واقع الحال ويدافع عن شعبه مو ميليشيات تتحكم بالعراق وتحكم بالتجارة التجارة بيد الميليشيات السياسة بيد الميليشيات المجتمع بيد المجيات السلاح بيد الميليشيات الأمن بيد الميليشيات شنو هذا البلد الرياضة بيد الميليشيات كل شيء بيد الميليشيات وأنتم تتحدثون عن نهوض وخارطة الطريق للطاقة في العراقية هي خارطة الطريق النفط بعتوه إلى الشركات بطيتوه بعقود طويلة الأمد وخلص العراق تجي فلوس وتذهب إلى الفساد والخراب والشعب الزاد فقره وخراب ودمار وبالتالي هذه قضية الكهرباء لا تحل بهذه القضية لا تحل عندما ينتهي الفساد ولا ينتهي الفساد إلا بنظام وطني إلا بإطار وطني إلا بعدالة إلا بقضاء عادل إلا بتعليم جيد إلا بمستشفيات صحة جيدة إلا بخدمات جيدة بعد 20 سنة تحدثون يشتغل بصمت وتحتاج الوقت لنضوجها ما لأسف الشديد وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير ولتقيكم في حلقتنا أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة